تفقد وزير الكهرباء والطاقة المهندسة عبدالله لكوع محطة توليد الكهرباء بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة ويطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمحافظة بسبب عصار لبان الذي ضرب المحافظة مؤخرا والحق أضرار من بلغ بالمحطة ومحطات التوليد واستمع من المعنيين إلى حجم الدمار الذي لحق بشبكات التوزيع ومحطات التحويل في مدينة الغيضة وبقية المدريات والاحتياجات الطارئة من المواد والمعدات اللازمة لاستعادة المنظومة الكهربائية في المحافظة بشكل عاجل وأكد أنه سيتم توفير المواد العاجلة وأن الحكومة تولي المحافظة بعد الإعصار اهتماما كبيرا لتخفيف من آثاره على أبناء المحافظة